شهد اجتماع مجلس الوزراء استعرض مؤشرة أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023 والنصف الأول من العام ذاته خلال العرض تمت الإشارة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة ثلاثة وتسعة من عشر في المائة وذلك رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ووفقا للبيانات الأولية تم تقدير معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بأربعة واثنين من عشر في المائة كما أنه من المتوقع أن يحقق نموا بنحو أربعة واثنين من عشر في المائة بالنهاية العام المالي 2022-2023 ترجمة نانسي قنقر